البورصة بشكل عام هي مرآة للاقتصاد أو حركة الاقتصاد والقرارات السياسية اللي ممكن تكون بتحصل في البلد دي أي بورصة في العالم البورصة المصرية في خلال 2011 وأثناء الثورة وبعد الثورة وووو كان طبعا كل حضراتكم عارفين إن احنا كل مدى كنا بنشوف في الجرائد خسارة البورصة كذا خسارة البورصة كذا بقلنا من أول يناير سنة 2012 البورصة ابتدنا نقرأ فيه الجرائد بشكل كثير ومكثف إنه آآ إنه عدد كبير جدا من آآ المؤشرات عمالة تزيد 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 هل عوضنا الخسارة لحد دلوقتي معرفش زمان قبل آآ الثورة كنت دايما بتناول فقرة البورصة مع زميل هنا وكنا بنقول إن أقوى حاجة كان آآ قطاع العقارات وقطاع الاتصالات خلينا نعرف أكتر عن آآ البورصة وأحوال البورصة اليومين دول مع ضيفي آآ الأستاذ معتصم الشهيدي الشهيدي نائب رئيس مجلس هورايزن للأوراق المالية صباح الخير السيد معتصم خير أنا قريت الاسم صح ولا غلط لا مظبوط صح الشهيدي الصعب شوية بس ما هي المعتصم دي موجودة في البلد كلها دلوقتي البلد كلها معتصمة نعم والشهيدي يعني كان عندنا منهم كتير لفتر اللي فاتت شهيدي ربنا يا رحمنا جميعا آآ سيد معتصم زي ما أنا قلت في المقدمة دايما العقار والاتصالات هم أقوى قطاعين في البورصة أو فيهم حرقة كبيرة هل في في الوقت الحالي برضو مازال العقار والقطاع الاتصالات هو برضو المسيطر الحقيقة دايما قطاع الاتصالات من القطاعات الخدمية العامة وقطاع الاتصالات لن بيبقى فيه قطاع من القطاعات الخدمية العامة بيبقى تقريبا يعني الإراضات بتاعته شبه مضمونة إن كل الأفراد الشعب غزبا عنها تستخدم الاتصالات في كافة آآ وسائل الحياة سواء في العامل أو في المنزل أو في غيرها بالتأكيد قطاع الاتصالات هو قائد السوق خلال عام 2012 ده نتيجة وجود صفقة اللي احنا سمعنا عليها كلنا بتاعت موبنيل من فرنسا تلكم هتشتري من قراصكم للاتصالات والإعلام حسط خمسة وعشرين وستة وعشر في المية تقريبا آآ اللي تمتلك قراصكم للاتصالات والإعلام من الموبنيل هتشتريها بمتين واتين جنيه ونص ده أدى لي صعود قطاع الاتصالات بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية لإن شفنا موبنيل عاملت صعود حاد شفنا قراصكم الاتصالات والإعلام عامل صعود حاد شفنا كمان إن مصرية الاتصالات نتيجة امتلاكها لحصة كبيرة في فودافون وعملت برضو أو حصل فيها صعود كبير جدا بشكل عام القطاع كله عمل تقريبا صعود حوالي سبعين في المية من بداية العام وهو كان القطاع القائد اللي ساعد السوق إنه هو يصعد بشكل كبير جدا بدون قطع كلامك معنى إن موبنيل تباعد معناها إنه صويرس خلاص موالوش دعوة بموبنيل لا هي أولا موبنيل لم تباع لحد دلوقتي لكن فيه مفوضات بين قراصكم الاتصالات والإعلام وفرانستريكا معل بيع 29.6% من موبنيل قراصكم الاتصالات والإعلام تمتلكها بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي لحد اللحظة دي من قدرش نقول إن الصفقة تمت وانتهت لكن الصفقة فيه إطار إن هي تنفذ وإن فيه اتفاق مبدأ بين فرنسا تلكم ومجرد إنه هو فيه بس كلام على صفقة معناها إن البورسة بالتأكيد لإن السعر في الصفقة في السوق سعر أعلى بكثير من سعر تدولها يعني الموبنيل كان بيتدول بأقل من 100 جنيه ولما حصل الحديث إن هناك يعني نية لإتمام صفقة عليه السوق بدأ يرتفع ارتفاعات كبيرة جدا لدرجة إن يوم الخميس الماضي كان السعر يقترب من 180 جنيه وبالتالي أو في حين إن الصفقة في 200 و 2 جنيه ونص وبالتالي المستثمرين بيحاولوا إن هم يشتروا السعر مع اساسي تفيدوا من هذه الفروق السعرية خاصة إن الحصة الحرة للمستثمرين الأفراد في السوق هتكون مضمونة إنه يتم بيحها أيضا في الصفقة بنفس السعر الصفقة ولهو 200 و 2.5 لذلك المستثمرين بيشتروا في خلال هذه الفترة على اساس في حالة إتمام الصفقة يقوموا بالبيع بسعر 200 و 2.5 سيد معتصم يعني مش مخفي علينا يعني إنه في الشارع المصري كله كل المصريين حاسين إن سوق العقار نزل ويعني محتاج دفعة قدام بشكل أو آخر أكيد أي يعني لما الحياة تستقر يمكن يرجع تاني هل ده صحيح إنه في البورصة المصرية سوق العقار أو قطاع العقار نازل؟ لا بالتأكيد أشهم القطاع العقاري في السوق المصري حصل له مجموعة من المشاكل المشاكل الأولى اللي حصلت فيها الأراضي اللي كانت مخصصة لبعض الشركات اللي موجودة في البورصة الأراضي كان عليها بعض المشاكل القانونية كزي مجموعة طلعة مصطفى اللي هي أكبر شركة عقارية موجودة في السوق كان عندها مشاكل على مشروع مدينتي وكلنا كنا عارفين المشاكل اللي داير عليه ووضايا اللي ترفعت لسحب المشروع منه وبعدين الحكم اللي صدر أخيرا لصالحه بعد ما عمل تسوية قانونية مع الحكومات السابقة أعتقد إن كل القطاع تأثر كثيرا بهذه الأخبار أيضا فيه كان مجموعة من الشركات العقارية مرتبطة بأسماء من رموز النظام السابق دا تأثرت بشكل كبير جدا وسعرها نزل بشكل كبير حل هذه المشاكل في الوقت الحالي ساعة هذا القطاع على صعود أسهمه بشكل كبير خاصة إن القطاع العقاري دايما منسميه القطاع اللي فيه مخزون للقيمة بمعنى إن هذا القطاع شركاته وأسهمه عندها أراضي هذه الأراضي مسعارة إذا سعرناها بأسعار السوق بتبقى فيها قيمة كبيرة جدا كما أيضا في حاجة وجود تضخم كبير في البلد فهذا الضخم سينعكس بالتأكيد على أسعار الأراضي إن هي ترتفع وأسعار الأراضي لما بترتفع ده هذه الشركات عندها كم كبير منها ده يرفع من قمة أسهمها إذن قطاع العقاري دايما المستثمر بينظر له بإنه هذا القطاع هو قطاع عنده مخزون كبير للقيمة يمكن نستفيد منها خاصة إن يشتري هذه الأسهم في فترات الركود بيكون عندها يعني فرصة كبيرة للصعود الكبير ولو بصينا على هذا القطاع منذ بداية العام هنلاقي هنا هو أكثر ثاني قطاع صعد منذ أول عام 2012 هو طلع تقريبا بأكثر من خمسين في المية بعد هو قطاع الثاني بعد قطاع التصرات اللي احنا قلنا طلع أكثر من سبعين في المية وبالتالي هو فعلا المستثمرين من ضروره بهذه النظرة الإجابية في الفترة اللي فاتت انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشورى ودخلين ان شاء الله على انتخابات رئاسة الجمهورية ما شفناش صعود للبرصة من سنة غير لما ابتدينا نعمل انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشورى ودلوقتي وإحنا دخلين على انتخابات الرئاسة هل من المتوقع أن ده حيزود من أسهم البرصة هل تحترتفع؟ بالتأكيد اللي ينظر للمشهد العام هنلاقي أننا كان عام 2011 تقريبا عام لم يبنى فيه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عام كان دايما بيحصل فيه يعني انهيار لبعض مؤسسات في الدولة وبالتالي كان المستثمر بينظر بأن الدولة قد تنهار الآن بعد انتخابات مجلس الشعب ولو لاحظنا بعد انتخابات أول يوم من مجلس الشعب هنلاقي أن البرصة بعد إتمام أول يوم في مرحلة الأولى حصل فيها صعود كبير جدا وهذا الصعود ده مؤشر أن المستثمرين رأوا أن عملية التحول الديمقراطي اللي بتحصل في مصر هتتم باستقرار تام وهتتم في النهاية وهتبقى فيه شكل جديد للدولة لأن احنا بدأنا نبني مؤسسة الدولة من مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم انتخابات رئاسة بقى فيه خارط الطريق واضحة للمستثمر أنه هو على نهاية 36 هو هيقدر يرى رئيس ويرى مجلس الشعب ويرى مجلس الشورى وبالتالي مؤسسات الدولة كلها تكون اكتمرت وبقى في دولة جديدة في الجمهورية التانية لمصر وبقى اعتقد ان المستثمر كل ده بيخليه يقل من المخاطر من وجود نظره ان المخاطر بتعرض لها بتقل خاصة المخاطر السياسية ومخاطر الامنية وبالتالي هو بيندفع للشراء وبالتالي احنا نعتقد انه مع اتمام كل مرحلة من مراحل هذا التحول الديمقراطي ان السوق يتأثر ايجابيا خلال الفترة القادمة كلام النهاردة في جريدة الاهرام عن ان مصر تقريبا الخبر مش واضح ازا كان اتفق او او مضو مع صندوق النقدة على تلاتة واثنين من عشرة مليار دولار قرض والمفروض ان هو حيتجزق تلتو الاول يعني مليار لما حننضي العقد وبعد كده بدار تلت شهور تقريبا او ست شهور تقريبا بقيت المليارات هل التلاتة مليار واثنين من عشرة دول لو مضينا هل هيعملوا حاجة هم هيعملوا حاجة يعني نواية ازنة الزير زيما بمصر الشيء لكن هو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة الفجوة التمولية الموجودة اه في مصر الفجوة التمولية كما اعلنت الحكومة نفسها من 11 ال 12 مليار كما انه الريكارد اللي اللي نحن نتكلم عنه دلوقتي هو اللي مكتوب ان هو سيتم التوقيع بعد شهر التوقيع معناه عدم اتمام التوقيع معناه ان هو ليس هناك اتفاق نهيئي ده من وجه النظري لو في اتفاق نهيئي في المانع ان احن نوقع دلوقتي حتى لو هل سيتم التنفيذ خلال فترة قادمة لكن على الاقل احن لو حتى لو هذا الكلام ان في اتفاق نهيئي فمليار خلال بعد شهر وثم بقية الكارد بعد ست شهور من من التوقيع ده مبالغ دائلة جدا مش هتغطي عجز الموازنة اللي موجود في مصر لذلك يعني احنا بندعو انها هيكون عندنا في الخطة المالية القادمة خطة اه او في الموازنة القادمة موازنة تكشفية بشكل كبير نقل من السلعة الترفيهية اللي داخلها لمصر نشوف الاحتاجات الرئاسية لجموع الشعب واللي هي دي ان احنا نسمح لها بالاستراض خلال هذه الفترة نشجع الاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر في سوق الاوراق المالية لابد ان يكون الاستثمار المباشر قاتي على مشروعات قائمة تشارك فيها الحكومة سواء ممكن تشارك فيها الحكومة بالاراضي ممكن تشارك فيها الحكومة ببعض الخبرات الموجودة لديها لكن تكون الحكومة طرف هذا الاستثمار حتى نقدر نجذب يعني اه اموال من المستثمرين الخارجيين وخاصة كمان احنا عندنا قوة كبيرة جدا من المصريين الموجودين في الخارج يقدروا هما يساعدوا البلد مش بشكل معونات فقط لكن ايضا في شكل الاستثمارات خارجية قادمة الى مصر اعتقد ان اه يعني جاذبنا للاستثمارات سيحول تدفع بشكل كبير جدا لصالح الاقتصاد المصري خاصة ان الاقتصاد من اكبر الاقتصاديات الموجودة في المنطقة يعني اقتصاد في خمسة وتمانين مليون مستهلك وبالتالي هو جاذب جدا للاستثمارات الخارجية ان هي تدخل في مصر انا انا اسألك عن السياحة والقطاع السياحي بس طبعا يعني ايه واضح ان احنا ما فيش سياحة فيعني القطاع ده غالبا نايم شوي يعني متوقف متأثر تقريبا يعني دايما نحن بنقول ان فترة سنة 2011 سنة الثورة اه في قطاعين تأثروا بشكل كبير جدا قطاع العاملين في سوق الاوراق المالية بشكل العام وقطاع السياحة يتأثر برضو بشكل كبير جدا يمكن ان ان القفاض فيها اقترب من 30% نعم اه خلال عام 2011 فعلا الشركات السياحية والعملين في هذا المجال متأثرين بشكل كبير جدا بآ يعني التحول اللي حصل في مصر وعدم استقرار الامني وعدم استقرار السياسي خاصة ان بعض المشاكل اللي قليلة يعني بتسمع برة اكبر من حجمها كتير. طبعا طبعا ما بيصدقوا يعني اعداءنا بيصدقوا انه ممكن تكون حاجة صغيرة كده يكبروها لهم. ده اكيد ده اكيد. طب انا في عندي هنا الاعداد كاتب لي انه في تصريح مبارح ان البنك المركزي المصري بيطرح اليوم الاحد نيابة عنه وزارة المالية زون خزانة بقيمة اجمالية تقدر بتلاتة ونص مليار جنيه. ايه الموضوع ده بعد اذنك? لا ده يعني ده موضوع دوري احنا عندنا الدين المحلي يفوق الالف مليار جنيه. الدين المحلي لما اه مصر بيبقى عندها اه هذا الدين بتاخد الفلوس بيني بتاخد الفلوس بين طريقين. اما عن طريق حاجة اسمها اه زون خزانة وهي اللي بتبقى يعني قاصرة الاجل. كمان. وبتبقى البنوك بتكتتب والافراد ان هو يروح يسلف الحكومة وفي مقابل هذا الحكومة بتديهم معدل فائدة. وفي حاجة اسمها سندات خزانة ودي بتبقى على وزارة المالية بتبقى بمعدل يعني بتبقى من ثلاثة لخمس سنوات تقريبا. وهزي السندات ممكن تبقى سندات محلية او ممكن تبقى سندات دولارية خارجية على نحنا نقدر نسد اه العجز الكبير الموجود في الموازنة المصرية. فاعتقد ان هذا الموضوع هو موضوع يعني دوري وبيحصل بشكل اه عام. لكن المشكلة في هذا الموضوع ان احنا العجز الكبير في الموازنة ادى الى رفع سعر العائد على ازونة خزانة. وده بالتأكيد هيؤدي الى الضغط على السيولة الموجودة في البنوك التجارية المصرية. نعم. وبالتالي يؤلل من فرص منحة هذه البنوك لقروض للشركات العاملة في السوق. وبالتالي ده هيضغط على السيولة الموجودة لدى هذه الشركات ويؤلل من قدرتها على النمو في السوق. اعتقد معدل العائد العالي على ازونة خزانة ايضا بيكلف الموازنة العامة بشكل كبير. ولذلك احنا كنا بندعو في منذ بداية الصورة ان احنا نقلل بعض الشيء من الاستدانة الداخلية. ونلجأ الى الاستدانة الخارجية على اساس ان هي اقل تكلفة على الموازنة العامة للدولة. لذلك احنا دايما كنا نقول المجلس العسكري فوض فرصة عظيمة جدا ان هو ما مرضاش ان هو ياخد كروض خارجية بالدولار بعد الصورة مباشرة كان فيه عدد كبير من الدول يعني عندها الرغبة لمنح مصر عدد كبير من المنح والقروض اه بعد الصورة. اه يمكن المجلس العسكري اجل اه هذا الموضوع على اساس انه يعني تبريره ما يحملشي الاجيال القادمة لأعباء هذه الديون. لكن في الحقيقة ان هذه الاجيال تحملت اكثر من كده نتيجة انه كان هذه الديون بدلا ما تبقى ديون خارجية بعوائد ضعيفة بقت ديون داخلية بعوائد كبيرة يعني على الموازنة العامة للدولة. انا عندي خبر هنا خاص بالصين. الصين. واحنا عارفين طبعا حضراتكم ان اي حدث بيحصل في اي حتة في البلد اي اي حتة في العالم بيأثر في الاخر على البورسة المصرية بشكل او باخر. حتى لو هو خبر. اه البنك المركز الصيني يوم السبت اه انه هو هي هيخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك خمسين نقطة اساس. اعتبارا من اربعة وعشرين فبراير. هل القرار ده ممكن يؤثر على البورسة المصرية? لا مش هيبقى ليه تأثير مباشر هو القرار ده نعاوزين نفاهم سيدات المشاهدين. ليه اي بنك مركزي بيقلل احتياطي الالزامي ليه. البنك المركزي لما بيلاقي في عجز السيولة. اه انت عارف ان اي ودي اي فلوس اه بتتحط في البنك وديعة. البنك المركزي في اي بلد بياخد نسبة من هذه الوديعة. احتياطي الالزامي لدى البنك المركزي. تمام. لما البنك المركزي بيلاقي ان السيولة الموجودة عند البنوك التجارية قليلة. فبيقلل من هذه النسبة يعني ازا كان بياخد خمستاشر في مية او او اربعة اشترا في المية. بيخليها مسلا تلتاشر في المية. مه. الواحد في المية ده بيبقى فلوس موجودة عند آآآ البنك التجاري. مش بس هو بيوفر له سولة. لأه كمان بيقل تكلفة الاموال اللي موجودة على البنك التجاري. ليه? closes. مه. لان البنك التجاري لما بياخد من الحضارات ميتة الف جنيه بياخد هو خمسة وتمانين الف جنيه هو يستسمرهم وخمستاشر آآ خمسارشة الف جنيه بيواديهم البنك المركز المصري. مسأل عمليه ادي ميزا Locale على مصر. تمام. خمساشر الف جنيه بيوديهم البنك المركزي. وبالتالي اللي هو بيديك عشرة في المية. يعني بيديك عشرة تلاف جنيه في السنة. في حقيقة هو بيديك عشرة تلاف جنيه على خمسة وثمانين. يعني بدل ما بيدي معدل العائد اللي حتاك بتاخده عشرة في المية معدل التكلفة على البنك التجاري بيبقى في حدود اتناشر في المية على سبيل المثال. لما احنا بنقلله الخمساشر الف جنيه دول اللي هو يوديهم البنك المركزي لعشرة تلاف جنيه فقط بنقلل بهذه الحالة لتكلفة الاموال على البنك التجاري وبنزود له السيولة اللي موجودة عنده بيحس ان هو يقدر يقرض المنشآت العاملة في السوق ويزود معدلات النمو في آآ في البلد وبالتالي هو ده اللي بيتعمله قصين دلوقتين وبتقلل يحتاج زي ما على بنوك التجارية اللي موجودة عندها اللي عشان تزود السيولة وتقلل التكلفة اللي موجودة على زيب لك ليه بحس دايما ان البورصة هي رد فعل ليه هل ممكن تكون البورصة مش لازم تكون عندنا ممكن في اي بلد تانية مثلا هل ممكن تكون ما بتبقاش رد فعل هي فعل البورصة دائما سابقة للاحداثة يعني لو انا مستثمر شايف ان في شهر ستة الجاي هيبقى في رئيس جمهورية في مجلس شعب في مجلس شورى في دولة في كيان في شرطة استقرت في جيش رجع مكانه لو انا كمستثمر شايف ان ده هيحصل في تلاتين ستة فابدأ اشتري في البورصة من النهاردة بحيث ان ما يجي تلاتين ستة وده يحصل والعسار ترتفع اكون انا كسبت فالحقيقة ان ما قولت ان البورصة مرقاة للاقتصاد ده هي مرقاة بنقدر نشوف فيها المستقبل مش بس احنا بنشوف فيها اللي بيحصل في الحاضر دلوقتي لا احنا بنشوف فيها المستقبل عاوزين نشوف ان نرجع كده قبل صورة 25 يناير 2011 السوق كان نازل من شهر اتناشر اه بشكل حد جدا قبل اه بعد ما حدث اللي حدث في تونس اه وحرك بعزيزي وهروب بن علي وكده شوفنا السوق بينزل عندنا بمعادلات كبيرة جدا لان المستثمر بدأ يشوف ان هذا ما يحدث في تونس ممكن يحصل في مصر وبالتالي هو بقى حزر وبدأ يبيع في السوق والسوق بقى ينزل بشكل كبير اذا دائما حننظر البورصة ان هي مرآة نرى فيها المستقبل مش بنرى فيها الوضع الحاضر اه فقط وبالتالي ما نشوفه الان من صعود للبورصة ده علامة ان المستثمرين شايفين ان المستقبل وان كان حتى المستقبل القريب فيه اخبار جاهدة على الاقتصاد وعلى الدولة. استاذ بعطاسم الشهدي نائب رئيس مجلس هورايزن الاوراق المالية شرفتنا يا فندم. شكرا ليك. ونورتنا وآآ ودايما كده تيجي تنور عقولنا. ربنا بخصوص البورصة واللي بيحصل في البورصة. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا ليك. شاهدنا آآ هنروح لفاصل واعتقد ان احنا عندنا تقرير خاص بكتاب او كتاب اسمه كتاب مصر الكبرى. طيب معلش المخرج بيقول لي لأ ما فيش التقرير. هنروح لفاصل سريع جدا ونكمل فقراتنا نهاركو دايما سعيد.